محاكمات وأحكام بالإعدام وقضاء يخضع بالكامل لإرادة الميليشيا الإنقلابية في صنعاء سلسلة المحاكمات المفضية إلى الإعدام هي العنوان الأبرز للممارسات القضائية التي تجري بواسطة قضاء مختطاف فيما انتهت حياة عشرات آخرين من الضحايا بالموت تحت التعذيب والدفن بعيدا عن دويهم وضع مأسوي كهذا دفع بثلاث من أهم المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بتبني بيان مشترك حذرت فيه من مغبة استمرار المحاكمة التابعة لجماعة الحوثي في اليمن بإصدار أحكام بإعدام بحق معارضين السياسيين دون أدنى اعتبار لشروط المحاكمة العادلة المرصد الأورو متوسط لحقوق الإنسان ومنظمة سامل الحقوق والحريات ومنظمة إفدي الدولية أكدت جميعها في البيان المشترك أن جماعة الحوثي الإنقلابية عمدت إلى تحويل المنظومة القضائية في المناطق التي تسيطر عليها إلى أداة سياسية لتصفية الحسابات مع خصومها السياسيين وعملت على إخفاء واحتجاز ومحاكمة مئات المدنيين بتهم فضفاضة البيان لفت إلى أن المحاكمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين تنتهك بالسمرار كافة إجراءات العدالة بصورة سافرة ومتعمدة في الوقت الذي تعرض فيه المعتقلون إلى الاختطاف والإخفاء القصري لعدة أشهر قبل أن يظهروا في أماكن احتجاز غير قانونية بعد أن تعرضوا لشتى أنواع التعذيب وأجبروا وهم عصوبي الأعين على التوقيع على اعترافات لا يعرفون مضمونها وأوضحت المنظمات أنها وثقت عددا من الحالات التي صدر فيها أحكام إعدام بحق مجموعة من المدنيين وبعضها تم خلال جلسة واحدة فيما أحصل بيان خمسة وخمسين حكم إعدام منظمة سام أضاءت في بيان منفصل على جرمة اختطاف وتعذيب وقتل طالب الدكتوراه عادل الزوعري من قرية زوعر في الحيمة الداخلية إلى الغرب من مدينة صنعاء فبعد قتله تحت التعذيب في الثاني والعشرين من أغسطس 2016 تم العثور على جثمانه مرميا قرب مستشفى الشرطة في صنعاء ومع ذلك رفضت ميليشيا الحوثي تسليم جثمانه لأهله مطالبة إياهم وعن طريق أحد مشرفيها بفذية باهظة جديد هذا الضحية أن جثمانه دفن مؤخرا دون علم من أسرته في مقبرة بشمال شرق العاصمة النهاية ذاتها كانت بانتظار زيد أحمد ناصر النمشة أحد أبناء مديرية كشر الذي توفي مؤخرا تحت وطأة التعذيب في السجن الاحتياطي بصنعاء بعد أن تم أخذه من قبل أحد مشرفي الحوثي بالسجن من بين زملائه المختطفين إلى زنزانة انفرادية خاصة بالتعذيب لينهالوا عليه بالضرب المبرح حتى فارق الحياة ترجمة نانسي قنقر